موسيقى موسيقى في كتير اشياء نتذكرها سواء اشخاص او مواقف انا عملت مشهد مشاهد مسرح الشوفي غوار الطوشة بس بهالصن بهالعمر بجوز الناس حبت الفكرة عملته الحقيقة تحية مثل تحية هم للجمهور وهم لزملائي الفنانين اللي وقفوا معنا واللي لما قلنا لهم على فعالية هنا لنا كله ركد ومو بس ركد وكله عم يقول شكرا انه تذكرتوني بهذا الموضوع احنا عنا ناس كتير طبعا ممكن بالمرات الجاية يعني ينعمل شي بخص فنانين راحلين يعني طبعا احنا ما عم ننسى لأمان الناس يعنيين لكن اللهم صلى عنه يعني بسوريا سوريا كانت تملك يعني ناس كتير مهمين وكسر نشوف حالنا بتاريخنا انه هالذاكرة كنت منيحة وانا كتير فرحت انه كتير من الناس هي اللي طالعة عم بتقول انه ما كنا عارفانين انه هذا شغل ابو خليل أباني اذا شفنا حالنا شوي وبتسمنا واضحكنا بتخيل يعني ها وفيني يقول نسبة منيحة من النجاح سنة وشهر تقريبا عم نخطيت هنا لنا نتذكر هنا لنا بنسخ توت تانية تخطيط الفعال يعني نكون أذكى من الظروف يعني لو في واجهتنا شوي التحديات نكون ايد وحدة ويكون عنا كفريق تنظيم مرونة تفكير بانه نتخطاها وانه نتجاوزها ميزة هاي المبادرة ميزتها الأساسية انه هي بتروح للناس اللي بالظل اللي الناس ما بتنتبه لهم وهي الحقيقة تشكر يعني مبادرة أحبابي يا بلدي انه فعلا حاسي بهدول اللي الناس ما بتشوفهم بس انه طول الوقت عم يشتغلوننا الحلوه انه انت تدعمي تدعمي الناس المتضررة من هاي الأحداث عن طريق الشي اللي انت بتعرفي تعملي اللي هو الفن انا برأيي حققنا مطلب كتير كتير مهم وهدف اللي كنا نسعاله انه نسمعوا العالم هدول الأغاني ولو كنا انه عملناهم بطريقة حديثة او معاصرة خلينا نقول الطريقة العصرية ما بتفرض علي انا كموسيقي المشويه ميادة غنت المشح مكما لازم يتغنى يعني انا اللي بقصد قوله الكورال او السولو كان خلدون كانت ميادة اللي اغنوا السولو غنوه بشكل مكما لازم يتغنى الحياة المبادرة دي انا يعني بشوف انها منفاردة في نوحها لان واننشكر القائمين عليها وخصوصا الاسدازة عبير لحام اولا انها فيها طابع فني جميل يعني ومبهج انا حضرت الحفلة او الامبارح والعجبني فيها انها كانت مبهجة طبعا تمت دعوة قناة الاخبارية السورية اللي تكون شريك وراعي اعلامي من قبل مبادرة احباب يا بلدي ونحن بظل مواكبة الحدث ونبض الشارع السوري فقمنا بمواكبة وتغطية هنا لنا اتنين نتذكر بكافة مراحلة بدءا من مرحلة تصوير البرومو طبعا القدير الكبير دوريد لحام هو عم بيقول تذكروا لمراحل البروفات للعرض الاولي والعرض الختامي لليوم طبعا نحن لنا شرف نكون شركاء بهذا العمل اللي له رسالة وطنية بالدرجة الاولى عم يتذكر فئة من الناس انه جنود مجهولين هنا يساعدون على الصمود والقيام خلال سنوات الازمة وعم بيساعدونا لليوم موسيقى